أكدت الحكومة أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لا سيما عقب توقيع الأعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو كومفرنس عقدته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاطة مع جيرتيان كوبان المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفاوضات الأوروبية لمتابعة استعدادات عقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري الاجتماع بحث كذلك موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة مليار وثمانمائة مليون يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر